أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بي الوعدة الثامنة المخلفات الصلبة والسائلة Solid Liquid Waste ونواصل الشرح لمحتويات هذه الوحدة هنا نأخذ نفايات المسالخ اليوم وهي جزء من المخلفات الصلبة أحد أصناف المخلفات الصلبة تتكون مواد عضوية متنوعة بعد عملية زبح الأغنام والإبل والدجاج والأبقار تشمل الشحوم والإمعاء والمخلفات التي لا تصلح للأكل إنها مصدر جزاب لنموة طفلات البكتيريا بذلك أنها عرضة للتلف والتعفن بسرعة في حالة عدم معالجتها أو التخلص منها عليه يجب جمعة والتخلص منها بأسرع وقت ممكن نفايات المستشفيات الصنف الثالث نفايات المستشفيات اليو Hospital Waste ونرى بشكل واضح هنا بعض النفايات الموجودة هي النفايات المتبقية بعد العمليات الجراحية والطبية الأخرى هي مثل القطن الطبي والإبر الفاضية وأقمشة الضمادات الملوسة وأربطة البلاسيكو عبوات الأدوي والأمبولات الفارقة والقفازات هذه النفايات تعتبر خطرة جدا لما تحتوي من جراسيم مسببة للعدوى الفورية يجب التخلص منها بصورة علمية وفورية وعدم لمسها أنها خطيرة جدا ممكن تسبب نقل العدوى لذلك يجب التخلص منها بطريقة علمية وصحيحة شكرا شكرا